هل تستطيع ضرب قوسين؟ حسناً، لنتعرف على اختصارين لتسريع ضرب الأقواس وجعلها أسهل هذا ضرب قوسين إنهما نفس القوسين ضرب بعضهما لذا يمكن كتابتهما كأكس زائد ثلاثة تربيع هذا ما تعودنا القيام به لضرب أقواس كهذه ثم نجمع الحدود المتشابهة فنحصل بعد التبسيط على أكس تربيع زائد ستة أكس زائد تسعة إذا حللت الكثير من مسائل تربيع القوسين فستدرك أن هناك نمط ما لمعرفة هذا النمط سنقوم بالحساب بطريقة أعم قليلاً عن طريق ملاحظة تكرر النتيجة سنكرر الخطوات هنا ونجمع الحدود المتشابهة القاعدة الأولى لنمط ضرب قوسين متشابهين هي ناتج مربع الأقواس هو دائماً يساوي الحد الأول تربيع زائد اثنين ضرب الحدين زائد الحد الثاني تربيع وهذه هي القاعدة الأولى لنتعرف الآن على القاعدة الثانية أخذنا قوسين وربعناهم وهنا يفصل بين الحدين إشارة ناقص بدلاً من زائد إذا قمنا بالضرب بالطريقة المعتادة ثم جمعنا الحدود المتشابهة فسنحصل بعد التبسيط على القاعدة الثانية ويمكننا استخدامها لفك مربع حدين الفرق الوحيد عن القاعدة الأولى هي أن الحد المتوسط سالب لدينا سالب إثنين A-B بدلاً من زائد إثنين A-B قاعدتين ضرب الأقواس المتطبقة هما أدتين جيدتين لتسهيل تربيع الأقواس هذه القواعد لديها قريب وهو الفارق بين مربعين عندما تعتاد هاتين القاعدتين أعثر على درس الفارق بين مربعين فهو أيضاً وسيلة مفيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر